اهلا وسهلا بحضرتكم انا النهاردة هبقى ممثل لكم لان انا كمان عندي نفس الاسئلة ونفس المخاوب ونفس الاضطراب في رؤية المشهد الاقتصادي في مصر ومصر مش منعزل على العالم انا شايف المشكلات في فرنسا والمشكلات في بريطانيا مشكلات ضخمة جدا ولكن يبدو ان هذه الدول بتاريخها عندها المقدرة على تجاوز احنا هل لدينا القدرة على تجاوز هذه الازمات الدولار رايح فين او التعبير للاضق الجنيه رايح فين لان اللي بينعكس علينا هو الجنيه اللي بنتعامل به اسئلة كتير هتراحها النهاردة على ضيفي العزيز اللي بشوفه واحد من علمائنا في مجال الاقتصاد والسياسة الدكتور زياد بهاق الدين نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق اهلا وسهلا الدكتور اهلا محمد رئيس الوزراء منورني يا فانت الله يخالي حضرك ورساو حضرك طيب وحضرتك بشير والمشاهدين جميعا طيبين يا رب هل بتشاركنا المخاوف خلال عام 23 وبعض بيرى ان عام 23 هتكون قصية وعلينا الاستعداد لهذه القصوة وان المعطيات الاقتصادية كلها بتقول ان الدول اللي زي حالتنا هتعاني جيد ما فيش شك طبعا انا الآن زي ما الناس كلها الآن وشعر بالاضطراب والغالة هو اساس الاضطراب الشديد في اي مكان سنة 22 ما كانتش سهلة بس سنة 23 زي ما تقول مثل دا بداية يعني مدوية بسبب طبعا تغير اسعار الصرف والاسعار الفايدة وتطورات كتيرة حصلة على الساحة لكن يعني انا بعتقد ان مهم ان احنا نقدر برضو انه التغيرات دي بعضها انا بسميه تغيرات كاشفة كاشفة يعني ايه يعني مش حاجة جديدة بتحصل هي تغير سعر العملة دا هو كاشف عامة قالة اليه سعر الجديد المصري فعليا وكان كده في السوق وكان اكتر من كده في السوق وبالتالي يعني دي حاجة ما زلنا في ذات الازمة اللي بدأت من تقريبا منتصف العامل الماضي نعم ومستمرة معنا واتصور ان طبعا هتبقى سنة يعني صعبة شوية لكن الصدمة ما بدأتش من 23 احنا بقالنا بنتعامل معها اكتر من 16 دقائق اصعب التحديات في 23 اصعب ام اهم خلينا اتكلم على الاهم اهم التحديات في سنة 2023 هو اعادة معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص في الاقتصاد المصري دا تحدي قائم معنا بقاله اكتر من سنة ولكن اصبح النهاردة يعني لا بديل عن ان يزيد الاستثمار الخاص عشان عندنا اي عوامل تسمح بدا؟ يعني عندنا تغير اشياء وانا بشوف مقالات حضرتك وانت بتلمح الى ان حجم التغييرات الواقع الحقيقي ما بيقولش دا هل لدينا اي معطيات تقول ان احنا فعلا ممكن نكتذب الاستثمارات كبيرة؟ انا اظن ان عندنا قدرة على اكتذاب ما عنديش شك في دا حتى في ظل الظروف الصعبة اللي العالم كله بيمر بيها وحتى في ظل التنافس ما بين دول العالم كلها على جذب هذه الاستثمارات انا شاف ان احنا بالتأكيد عندنا فرصة جايدة لكن اللي حضرتك اشرت اليه وانا اتكلمت عليه اكتر من مرة هو انه لم يعد كافي مجرد اتخاذ اجراءات عادية اللي بنسميها تسهيل كذا وتحفيز كذا ومنح رخص كذا مش كافي الناس متوقعة ومترقبة انها تستمع الى رسالة تقول ان هناك تغير في المصارب الاقتصادي بما يشجع الاستثمار الخاص في مصر يشوفوا ايه؟ يعني انا لما شوف ايه اقول الحكومة ماشية في المصار الصحيح كلام جميل خلينا يعني ممكن نتفرع في عشرات الاشياء لكن دعنا نركز على المهم اللي انا بعتقد انه حدوثه ممكن فعلا يبعث رسالة مختلفة تماما الحاجة الاولى وحبتدي بحاجة حصل فيها تطور فعلا ايجابي وده يدينا يعني برضو تفاؤل انه من الممكن ان تحدث تغيرات كبرى اوله هو اللي بنسميه دور الدولة في الاقتصاد احنا بقى نتالة اربعة سنين على الاقل الشكوى المتكررة ليس فقط من المصريين ومن المستثمرين الاجانب والمؤسسات الدولية والبحثين وكل الناس ان دور الدولة اتسعى في الاقتصاد على حساب القطاع الى الحد اللي يهدد القطاع الخاص يعني هو اتسعى في حد ذاته ومش غلط بمعنى مفيش دولة تخلو من دور ما تقوم به المؤسسة العامة لكن بيتجاوز خط معين يبقى بيهدد نمو الاقتصاد الخاص والاستثمار الخاص في هذا الصدد وبعد شهور طويلة من المناقشات صدر بالفعل يوم الخميس اللي قبل اللي فات من 10 يام تقريبا حاجة اسمها وثيقة ملكية الدولة ممكن نتكلم فيها تأخرنا فيها قعدنا 6 شهور لحد ما تعلم قعدنا 6 شهور هي وقيلة في الاول انها هتاخد 3 شهور لكن لا بأس يعني لا بأس انها تاخد حظها من المناقشة المهم انها خصوصا ان المناقشة جابت نتائج وظهرت فيه مصددتها الاخيرة كويس اذا ده موضوع في خطوة ايه جابيه في خطوة طبعا الخطوة دي خطوة على الورق اليوم نحب نشوفها بتحصل في ارض الواقع لكن فيه اشارة ما اللي هي ايه اللي هي الاشارة ايه الاشارة ما هياش خروج الدولة من الاقتصاد ايه ولا هي وانا اتمنى ان ما تكونش الوثيقة دي مجرد تعبير عن برنامج جديد للخص خاصة الورقة دي اهميتها اذا تنبقت وبحط عشرات الخطوط تحت اذا اه اذا تنبقت وانا متفائل بتطبيقها هي ضبط للعلاق ما بين القطاع الخاص والقطاع العام او الدولة بحيث ان ده يتحرك فيه اتجاهاته ومجالاته الطبيعية ويطرك باقي المساحة بالقطاع الخاص يقدر يتنافس فيها دون خشية ايه مجالات الدولة علشان الناس تتخيل بالاصول بالممتلكات بالمؤسسات اللي بقت موجودة فلما نتكلم على ان الدولة عليها ان تعمل في مجال واحد اتنين ثلاثة لكن عليها ان تترك الباقي للقطاع الخاص ايه اللي الدولة يجب الا تتخلى عنه وتبضل ايدها دي طيب نقسم الاجابة هنا على هذا السؤال ايه الامرين اولا المجالات بمعنى مجالات ومش هنقولها بالاسم لانها كتيرة لكن هي انواع طبعا فيه مثلا المجال اللي بيسمى العسكري والاستراتيجي وما يخص الامن القومي بالمعنى المباشر ده طبيعي فيه حاجة تانية اسمها المجالات التنموية اللي القطاع الخاص لا يقدر على انه ينهض بهذا القدر من الانفاق واللي ما يجبلوش عائد بالطريقة اللي القطاع الخاص يقدر يقبلها البنية التحتية في حاجات نوعينة الحاجات الكبيرة في البنية التحتية الممكن في مجال الصحة في مجال التعليم في مجال الطرق والكباري والحاجات اللي من النوع ده دي حاجات القطاع الخاص ممكن يبقى لو دور فيها لكن ما تقدرش تعتمد عليه النهاردة في مصر انه ينهض بكل هذا الكام لعدد المواطنية اللي عندنا في حاجات القطاع العام او الدولة ممكن تكون فيها محفزة يعني تبدأ الاستثمار بطريقة ما الصندوق السيادي دلوقتي المفروض بيتجي الى انه يبقى محفز يعني يقول انا هاقطعه المجال معين من اجل ان انا اشجع القطاع الخاص على انه ييجي ورايا لكن الاهم من تحديد القطاعات بانها هو ما هي القواعد التي تحكم المنافسة بين القطاع العام وقطاع الخاص اذا كانوا في نفس المجال يعني مش لازم ان انا عمل خط فاصل في كل حاجة اقول ده تبع هنا وده تبع هنا من الممكن ان يشترك معا في حاجة معينة لكن يكون فيه قواعد بتراعي ان القطاع الخاص لا ما قليش نفسه امام يعني كل عنفوان الدولة وقوتها فيبقى مقضي عليه ده حصل في وقت من الاوقات طبعا حصل واتخد في مجالات كتير انسحب القطاع الخاص وطرك الامر للدولة طبعا وبناء عليه تمت خسار كبيرة الدولة تحملت عبقها والمستثمرين تحملوا هذا العبق اه دول حاجتين الحاجة الاولى ان الدولة تحملت امتى لما دخلت مجالات كانت مشبعة بالفعل بما هو موجود من الاستثمارات كان يغطيها فزاد التقل انتاجية الى الحد اللي خلنا كلنا هنقصر ايه وخصرنا بالفعل الحاجة التانية انه مش مجرد ان انت تقول انه يعني يبقى فيه قواعد له نفسه وخلاص مهم ان السوق يبقى بيتعامل مع القطاع الخاص باعتباره منتج جيد ومقبول ومش خصم للدولة بالعكس ده شريك لها ما يبقاش فيه الانحياز اللي يخليك لما تيجي تشتري حاجة تقول لا بلاش القطاع الخاص طالما فيه قطاع عام لما تيجي تتعاقد على مقاولة معينة يبقى تخشى ان انت تتعاقد مع القطاع الخاص بس لحظة ان يكون فيه ده تزعل حاجة يعني فيه مناخ معين مش موجود لغاية عشان كده الوثيقة دي انا هرجع على الوثيقة واقول انها ليست برنامج للخاص خاصة واحنا ما نقبلش ناتبها من رجال الخاص خاصة الرأي العام المصري مش لازم بيه اقبل ناتبها من رجال الخاص خاصة هل الرأي العام المصري اي دور او تأثير الان تعتقد انه ممكن انا اعارف ان حضرتك كان لك رأي في موضوع قناة سويت وحنا نجيله في الجزء التاني من الحلقة ولكن هل تعتقد ان صانع القرار في الحكومة المصرية او الدورة المصرية بيدعب في اعتباره الرأي العام انا اظن ان الرأي العام عنصر موجود في كل الاحوال نعم قد يكون منظم بمعنى ان فيه برلمان وفيه احزاب وفيه اوراق بتتقدم وفيه مواقف بتتاخد وكلام من هذا النوع لو ده مش موجود او ضعيف او مش مؤسس بالطريقة المثالية طبعا فيه رأي عام فيه رأي عام سواء عن التواصل الاجتماعي عن الجرائد عن سلوك الناس على فكرة الناس لما تحجم عن شيء معين ده تعبير عن رأي العام يعني لما تلاقي مستثمرين مصرين كتير بيخرجوا ويأسسوا شركتهم باعرفيه طب مش ده نوع من التعبير عن رأي العام هنا بقى صانع القرار يسمع او ما يسمعش ده واقع حصل انت فعلا عند الخلوج للمستثمرين غير مسبوق لتأسيس شركات فيه بلاد مجورة لنا بالمناسبة بعضها اغلى في التكلفة لكن اسهل في الاجراءات صحيح ده نوع من التعبير العربية لو عنده مزايا وعفاءة ضربية وحدود معروفة من الضرائب من تغيير القوانين كل ده شيء مقلق طيب في الوقت اللي ارادك بتكلمني عن تشكيه على استثمار والقطاع الخاص بيرى البعض رفع نسب شهادات الفايدة اللي اتعملت وصلت الى حد عالي جدا لـ 25% ده ضد الاستثمار ده ان يشجع الاستثمار قد يكون الهدف منه هو متصاص الدولار اللي في السوق ولكن هيعطل الاستثمار هيعطل التجارة راس المال مش هيدور واحنا محتاجين دورة راس المال اسرع من كده خاصة واحنا بنشجع مكان الاستثمار حالتاك بتشوف ده ازاي والله انا بشوفه بالشكل اللي يتطفق مع قواعد الاقتصاد قواعد الاقتصاد هي ايه انك دايما بتختار ما بين مدائل كلها صعب لكن بتقول انا حرجح دا دلوقتي عشان دا يحقق مصلحة اكتر من ترجيح دا دلوقتي تمام هل نجاوب على السؤال بالمقلوب هل ارتفاع سعر الفايدة في حد ذاته ضر ام جايد لاستثمار طبعا ضر نعم مفيش شك لانه تكلفة الاختراض تبقى عالية جدا والحافظ ان انا حط فلوسي في اي نشاط ضعيف جدا وسبقوا ان البنك المركزي لغى الامتيازات اللي كانت بتعطلوا القروض الصغيرة والمقاصة اللي هي في الصناعة والسياحة والحاجات مظبوط فما فيش شك ان ارتفاع سعر الفايدة دا من حيث المبدأ كده نعم ضر بالاستثمار لكن امامنا مصلحة اخرى وهو الاضطراب الشديد في سعر الصرف نعم دا ضر بالاستثمار جدا ربما ضر اكتر نعم اللي عايز اقوله ايه ان في مصلحة اكيدة انك النهاردة توصل الى سبات لسعر الصرف او استقرار سعر الصرف في السوق نعم استقراره مش معناه انه يقف على سعره معايا ما يتحركش لكن يبقى فيه اطمئنان وقتناع من الناس سعر واحد ما بين السوق السوداء والسعر العادي نعم والناس مطمئنة ان السعر اللي بتاخده في البنوك ده هو الذي يعبر عن الاقتصاد دي مصلحة كبرى نعم اذا كان ارتفاع سعر الفايدة لفترة وجيزة واقمل انها تكون وجيزة جدا ضروري من اجل تحقيق استقرار في سعر الصرف يبقى دا ثمن بندفعه من اجل تحقيق هذه المصلحة اما اذا كنا بننتقل الى حالة مستمرة من ارتفاع سعر الفايدة وحطاه للمسألة معنا دا يبقى واضع خطير جدا وبالتأكيد ضرب للسعر لكن كاجراء مؤقت كاجراء وقتي نعم انا اظن ان انت هنا مش حكاية انه كويس او وحش لكن انت بتفضل ما بين مصلحتين والمصلحة الاولى دلوقتي هي تحقيق استقرار في سعر الصرف طيب اذا كان ازمتنا الحققية هي توفير الدولار لان لدينا التزامات نتيجة للقروض كبيرة اتنين لاننا دولة بتستورد احتياجاتها بنسبة عالية جدا اكتر من تصدرها ثالثا مصادر الدخل عندنا محدودة جدا هي قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج ما الذي سيتغير خلال عام اللي خلينا نقدر نقوم بهذا الجزء كله ونوفر الدولار هل سنترك الجميع يذهب الى ابعاد المدى وده هيؤدي الارتفاع الاسعار وكلام السيدة الرئيسة للوقت انه مش حيسمح بده ومش حيجي على المواطن رغم المعاناة والصعوبة الشديدة بتشوف الخروج من المعاناة ده زي يا دكتور هو الخروج ده احنا نبتجي تفعل اول انه ارتفاع سقر الدولار ليس المرض هو العرض طبع مش كده المرض هو ايه ضعف الانتاج طول ما سياسات الدولة ليست داعمة بما يكفي للاستثمار والانتاج والتصدير والتشغيل التصدير معناها دي دي عملة اجنبية من الخارج التشغيل معناها اننا انفق اقل على الحماية الاجتماعية الاستثمار ايضا معناها اننا قادر اننا اخد حصيلة ضريبية اكبر من المصانع والمشروعات اللي بتكسب فالحل الوحيد مش الحل الاهم الحل الوحيد هو زيادة الاستثمار من اجل زيادة الانتاج الذي يزود من التصدير والتشغيل والحصيلة ضريبية دي المشكلة اي حاجة تساعد في هذا الاتجاه يبقى احنا مشهل في الاتجاه الصح لحل المشكلة مستقبلا في حلول السياسات النقدية بتتعامل مع الازمة اللي دلوقتي ايه يعني زي ما تلاقي واحد تعمان من حاجة معينة بتدي له دا ودلوقتي لتخفيض حرارته لكن عنده ايه عنده ايه دي لازم اعالجها قد يكون علاج طويل المدى شوية قد يكون انه يغير من نمط حياته شوية احنا ما يحتاجين نغير من نمط حياتنا الاقتصاد بس الوجع كان باين منذ سنوات يعني الوجع ده انا فاهم مصدر الوجع ده جاهل منين هل تعتقد ان الطبيب وهنا الطبيب هو الحكومة الحكومة التي شاركت في الازمة بشكل او باخر لان البعض الان يتحدث عن الحكومة وتغيير الحكومة وعقول اقتصادية يجب ان تضخ من جديد في الحكومة علشان تستطيع تنفيذ هذه الخطط في المستقبل لان كيف من كان هو سبب الداء يكون الدواء وحيقدر يجد الحل بتشوف الوجهة نظر دي ازاي يعني شوف الناس طبعا تبحث بلون بدلودود دبلوماسية لا مش دبلوماسية لكن بمنتهى الامانة تغيير الوجوه ليس مفيدا ما لم يتغير المسار الاقتصادي تمام ومن سيغير المسار ما هم يحتاجوا وجوه تغيره طبعا لكن ده قرار يعني على مستوى الدولة كله ولازم يكون فيه اقتناع حقيقي داخل كل مؤسس الدولة انه ايه اللي حيغير النهاردة ده هقول لحضرتك لغير نهاردة ان احنا النهاردة في ازمة اشد من اللي عدت علينا قبل كده واختبرنا شيء مماثل في 2016 وعملنا التعويم بالفعل واتفاق مع صدوق النقد ولم يعقبه هذا الاصلاح الدزلي ده كان تعافظ حضرتك مع التعويم الجديد لما كتبته قلت اتمنى ان لا يحدث ما حدث في التعويم الاول مضبوط 2016 2016 حصل ايه ان احنا عملنا اجراءات مماثلة يعني اتفاق مع صدوق النقد اخدنا قرد اكبر من اللي واخدين دلوقتي ايه كتير جدا توفرت سيولو عندنا حصل تعويم لو تتذكر ارتفع بسعر الدولار من 8 لحوالي 20 ثم رجع استخرى عن 16 بالضبط وجهزنا الارضية لتغيير المسار ولم يتغير لم يتغير يعني ما حصلش اتجاه نحو زيادة الاستثمار الخاص ودعم وتشجيعه بالمعنى الكامل والحقيقي انا اللي بقوله اننا النهاردة بنمر في ازمة اشد منه لان عليها كمان عنصر اضافي وهو الجزء الخارجي بتاع بالذات الحرب الاوكرانية اتمنى وعندي يعني امل كبير فعلا انه عمق الازمة هذه المرة وتجربة المرتين وراء بعض تجعلنا هذه المرة مستعدين وقابلين لتغيير المسار نحية اللي انا بقولك في هذه الحالة اللي مستعد انه حيشتغل في هذا الاتجاه من الحكومة انا مش عارف ايه جدوى تغيير الوجوه في حد ذاته ان لم تتغير المسار الاقتصاد القناعات او الرؤية في النهاية يعني عندنا عقول كتير واحنا محتاجين عقول حكومة حكومة حرب حكومة اقتصادية صحيح فمحتاجين دم جديد يستطيع ان يقوم بهذا التطوير ما يكونش متأثر بالاعباء التي حملها عبر السنوات الماضية ايا كانت رؤى في هذا التوقع مش يعني مش عارف هل قصد حضرتك مش متأثر بالاعباء ولا يعني ما يبقاش مشغول بالدفاع عن قاراته السابقة مثلا ربما ربما لكن ما فيش ما يمنع ان احنا يعني نخرج من عقلية المحاسبة القديمة على ما تم المهم النهاردة المهم بكرة المهم ان احنا نقول والله في ظل الظروف الحالية المصاد الاقتصادي اللي اعتمدنا عليه بحاجة اليوم الى تعديل و الى تغيير و الى بعض الضبط و انه يحصل فيه واحد اتنين ثلاثة اربعة و من يقدر على القيام ده في الحكومة فهو الاجدر بالمسألة دي و انا مش ضد تغيير الحكومة انا فاهم انا فاهم ايو على انه نغير الحكومة و نغير ما هي ما غيرنا و ما كانش هو الحال و ما يحصلش التغيير اه ده مش مطلوب البعض بيتحدث عن ان عندنا ازمة في ان الكفاءات التي عرض على المنصب الوزارية اللي عندها خبرات بتعتدر هل عرض على حضرتك في المراحل الاخيرة اي منصب وزاري او حكومي لا انا شخصيا ما عرضش علي بس يعني انا او عرض عليك ممكن ان تقبل انا اخدت نصيبي مش بس في الحكومة انا اشتغلت في الحكومة 15 سنة نعم فاظن عملت الواجد واعتذرت ومشيت واعتذرت ومشيت ليس لديك الرغبة او القدرة مفيش حد تأتي اليه فرصة المشاركة في التغيير ويرفض بضمير مرتاح نعم لكن المهم مرة اخرى هل القواعد تسمح هل المصار قابل للتغيير نعم ولا لا طيب ده اللي اظن مش بتكلم عن نفسي بقى بتكلم على الناس اللي قد يشغلهم دخول الحكومة خوفا من ان يكون الفرصة لن تتاح لإحداث الاصلاحات الحقيقية طيب عشان اقفل الملف ده هل القرد كان امرا ضروريا للحكومة المصرية يعني خدنا قرد كبير اولي في 2016 وهنا نحن نبقى الدولة الثانية في الترتيب التي تحصل على قروض اكبر من صندوق النقد الدولي هل القرد كان ضرورة حتمية؟ هل كان هناك بدائب اخرى يمكن ان تكون بدلا من الاضطراض وزيادة الاعباء علينا مرة اخرى؟ انا اظن المراد القرد كان ضرورة مرة اخرى نعم مش بقولها بسعادة لانه محدش يحب ان مديونية وخارجية تزيد ولا انه اعتماده على المؤسسات الدولية يزيد لكن احنا في اللحظة اللي فيها دلوقتي انا اظن كان من الضروري الحضور على القرد ليس لقيمته المالية وهي متعود على المراد بالمناسبة نعم متعود عليه؟ لانه قدرتنا كبلد حدنا للاقتراض وصل الى يعني ما يقترب من نهايته تقريبا فالمتاح بالنسبة لنا مش كتير لكن اهمية هذا القرد انه يعطي اشارة الى العالم و الى المؤسسات الاخرى بانه البلد ده ناوي يسلك سلوك اصلاحي يستدعي ان انا كصدقنا لدولة ادي له هذه اللي فده هشجع المستثمرين هشجع المؤسسات والمؤسسات الدولية الاخرى فالقرد في اللحظة دي كان بصراحة حتمي المهم هعمل بايه هل هاخده واسكت ولا اخده وانطلق في طريق الاصلاح اللي احنا بنتكلم عليه طيب هستأذن حارتك هنطلع فاصل وبعد الفاصل هبتدي بس بفكرة ما استثمرناه مصر استثمرت في شبكة الطرق عظيمة في الكهرباء في مدن جديدة خدت مليارات الجنيهات بلاش بالدولار خلينا بالجنيه المصري السؤال عن الجدوى والعائد هل كان رؤية الدولة وهي تتوسع هذا التوسع ايه علشان نشرحه للناس هل كانت الرؤية صحيحة تماما ام انها كانت تحتاج الى بعد اخر نحن لما نراه بعد الفاصل هبتدي اهلا وسهلا بحضرتكم مرتان اخرى المواصل الخواري للممتع اللي انا مستمتع به عن مستوى الشخصي مع الاستاذ الدكتور زياد باقدين دكتور زياد امر الفاصل كنت بس على حضرتك الناس بتسأل عن جدوى ما تم من مشاريع اكيد صنع القرار كان عنده رؤية وهو بيتوسع و بيعمل المدن جديدة بيعمل شبكة طرق كاملة بيستثمر في الكهرباء بيستثمر في الغاز بس كل هذه الاشياء لكن الناس مش فاهمة مرضوضة بييجي فين العائد يعني مفترض ان هذه الاستثمرات بتتدر عائد هذا العائد يمكن ان اعكس على الاقتصاد المصري فبتشوف ان هذه المشروعات هل تم التوسع فيها هل العائد بتاعها بيحتاج الى وقت فلازم ننتظر بتشوف ازاي ما تم خلال السنوات الماضية من انجازات لا في حاجات مهمة جدا تمت والحقيقة مش كله اللي الواحد بيشوفه بعينه ايه يعني في حاجات ما ما تبقاش واضحة كده ظاهرة على الارض فلو بنتكلم من منظور الاستثمار ده ممكن يكون مختلف عن منظور المواطن يعني لكن من منظور الاستثمار ما فيش شك انه الكباري والطرق والبنية التحتية والتخزين والمواني والمواني الجافة العشوائيات والاستثمار ايه كالعمالية الاستثمارية دي حاجات في غاية الاهمية وكلها نتائجها بالتأكيد ايجابية بالفعل دلوقتي وحتأتي بنتائج ايجابية فيها بعد في حاجة تانية احنا كبلد بقى استثمارنا فيها اذا جاز التعمير او ضحينا فيها وهو ان البلد فيه امن واستقرار طبعا وده الشرط الاول لا ايه استثمار يعني لو مفيش ده لا مفيش ده نفتح الملايس دليل احنا بتشوف التعمير والمشروعات اللي بتتم في سينة دلوقتي اه وتضحيات ايه دفعت من البلد كله وده مسألة انا بعتبرها يعني تأتي في مقدمة الاستثمارات اذا جاز التعمير نعم اللي البلد عملها فيه كمان استثمار اجتماعي مهم يعني برضو المستثمر يحب يبقى في بلد فيها قدر من الحماية الاجتماعية للمجتمع لانها بتعبر عن استقرار اجتماعي بتعبر عن فانا بحط على مقدمتهم كرامة وتكافل اولا ثم في الاخر سنتين حياة كريمة انا بعتبر ده برضو جزء من الاستثمار فيه حاجات ربما مجال مطار تساؤل وتساؤل مشروع المدن الجديدة بعض المشروعات القومية الاخرى بعض المباني الضخمة جدا يعني بعض الطرق ربما اللي في حتة بتخدم الناس اقل من حتة اخرى دي اسئلة كلها مشروعة واسئلة يصحبها كمان عدم وجود معلومات كافية يعني خلي بالك انا برضو من حق ان انا اطرح سؤال لانه معرفش ده التعامل على اساس ايه وايه ترتيب الاولايات اللي تتعاملت بها ايه احنا مهما كان في كل الاحوال بلد موردنا واحدودة وحساب الاولويات هنا في غاية الدقة والاهمية نعم وبالتالي السؤال ليس على اهمية هذه الاشياء لكن هل كانت كلها بنفس الاولوية المطلوبة ولا لا النهاردة احنا في وضع مختلف احنا محتاجين نستخدم ما لدينا ايا كان الخلاف على الماضي وانا انطلق لقدام ونقول ايه اللي النهاردة ناقص من اجل تحقيق استثمارات طرحت الجبلة دي لما طرحت تلات مبادئ للاستثمار يعني عندما كتبت عن مبادئ الاستثمار قلت ان فيه تلات مبادئ كان اولهم متعلق بالضرائب اه كان اولهم اللي تكلمنا عليه في بداية البرنامج وهو تداخل الدولة مع القطاع الخاص بشكل ممكن يكون معرقل نعم وقلنا ان في هذا الامر فيه وثيقة ملكية الدولة على الاقل بتدي امل انها حطت يعني خارطة ممكن نمشي عليها ولو مشين عليها اتصاور حنعمل تقدم ضخمة جدا في الحدة دي القضية التانية اللي انا بوثرها باستمرار هي مسألة تكلفة القيام بالاعمال احنا عندنا اهم ضريبة في اي مجتمع هي ضريبة الدخل بالاساسية احنا لو قلت مصر لو جبت حد من برا مصر كده راجل خواجه خبير في الضرائب وقلت له يا ترى ضريبة الدخل في مصر مرتفعة ولا منخفضة هيقول لك دي ضريبة جهيدة جدا ومن اقل ضرائب الدخل في العالم كله احنا النسبة عندنا 22.5% بتوصل في بعض البلدان المهمة الصناعية الى 30 و35 و45 اذا ايه المشكلة عندنا مشكلتين مشكلة الاولى ان عندنا بخلاف ضريبة الدخل ضريب كتير ضريب التوزيعات ارباح ضريبة قيمة مضافة ضريب في الجمارك المختلفة ضريبة عقرية اذا عندنا ضريب مختلفة لما تحطها على بعض بنوصل لحاجة اسمها نسبة الضريبة الفعلية بترتفع تماماً من 22 دقيقة وممكن توصل لضعف هذا الكلام ثم تأتي المشكلة التانية والأصعب وهي نزيف الرسوم اللي المستثمر بيدفعه طول الوقت ده أصعب ليه؟ لأن الضرائب مهماً كانت أنا أقدر كمستثمر تقول لي أنت قدامك الضريبة 1-2-3-4 أعمل حسابي عليها ورتب طريقتي في الإنتاج وأنا عارف أنك في نص المدة تقول لي في حاجة زي ده تزود عليها أشياء أولاً في نص المدة سنين حاجات مش معروفة أوي يعني أطلع بالبضاء على الطريقة فألاقي أنه لازم أدفع كذا ألف جنيه رسوم نقل أجي أقدم طلب عشان أرتفع بالمصنع بتاعي دور ده مصنع ده حيشغل ناس يعني المفروض أنا كدولة أروح أقولك أرجوك أعمل ما تكبر بقى ما تكبر بقى ألاقي أنه لأ ده فيه رسوم ارتفاع ورسوم تغيير نشاط ورسوم حصول على موافقة كذا كل الرسوم المفاجئة دي من أكتر الأشياء اللي بيتشيكي منها المستثمرين ده الموضوع التاني إذن هي مسألة إيه الرسوم الحاجة الثالثة اللي أنا قلتها وبكررها هنا كل بلد فكرة الرقابة إحنا بإيه بنقول البنوقراطية حاجة وحشة مش كده البنوقراطية دي مش فكرة هلامية كده يعني لها معطيات هو إيه اللي وحش في البنوقراطية ما هو كل بلد فيها نظام إداري يعني وكل بلد فيها رقابة تقدرش البلد تبقى سايبة مش كده بتحصل فين إنك عندك في مصر زي أي بلد تانية أجهزة رقابية معروفة مش كده جهاز الرقابة الإدارية ده جهاز رقابة طبعا الرقابة المالية جهاز المركز المحاسبات جهاز مركز إيه بآخره أجهزة الأمنية كلها أجهزة رقابية لكن ليست كل أجهزة الدولة رقابية مش مفروض تعمل دول رقابية هيئة الاستثمار اللي أنا كنت رئيسها لمدة ثلاث سنين وعرفها كويس ليست جهاز رقابية دي هيئة شغلتها إنها تشجع وتساعد مش كده أولي إيه مترحب بالمستثمار طبعا هيئة التنشيط السياحي مش جهاز رقابية أنا باستخدم مثل لو سمحت لي أخد فيه دياتين أربوك تفضل بقول واحد زي الفندق اللي فيه نزلاء دخلين واحد دخل الفندق بيستقبله شخصا في بكتب الاستقبال وظفته إنه يبتسم في وشه وقال له أهلا يا فلان منورنا النهاردة مش عارف إيه مش كده فيه واحد آخر زميله ظاهر أو غير ظاهر ده مسؤول الأمن في الفندق شغلته إنه يبصه كده ويشوف الراجل ده منظره إيه الشنط اللي معاه دي ممكن يكون فيها أسلحة مخدرات مشكلة مش كده ده شغلته الأمن وده شغلته الترحيب ايه تخيل لو الفندق ده فبقى كل واحد بتعامل معاونا داخل بدل ما يرحب بيه موظف للسئبال يقول لي وريني بتقطك واللي في المطعم يقول لي هات الكرنيه واللي بيوريني قط النوم يقول لي بس أفتشك الأول ما ينفعش كده إحنا تحولنا إلى جهات رقبية كثيرة كل الجهات بما فيها الجهات التي وظيفتها هي التحفيز والتشجيع والمساعدة بقت زي ما تقول التوجيه الضني إن كلنا كده ما بنلاقيهوش مكتوب لكن نشعر بي إن كل أجهزة الدولة تراقب وتحاسب ده مش هوبع سليم نعم في أجهزة تساعد وفي أجهزة ترائب مصلحة الدرائب آه تمسك اللي بيتهرب بالدرائب لكن مش كل خطوة عاملها في حياتي يبقى لازم الأجهزة الحكومية اللي المفروض إنها بتساعدني بتدور على أنا غلط في إيه بتدور على أخطائي بتدور على حقا الكبرى اللي أنا بقول إن إحنا محتاجين لو تعاملنا معاها نبقى فعلا غيرنا المصار وليس مجرد غيرنا حاجات في الهوانش هو إحنا أول دولة تعدي بأزمات ولا في دول كتير في التاريخ عدت بأزمات واستطاعت إنها تكتزع يعني قدام الدول اللي بتتعرض لأزمات مصارين إما أن تكمل طريق الخطأ وده بيوصل ببعضها إلى الإفلاس وإما أن تستفيق فتبتدي تصحح وتصنع اقتصاد حقيقي يحمي البلد التجارب الحية اللي حضرتك بتشوف إن إحنا شبهها ونقدر ننجوب خليه واضح مع حضرتك أنا ما كناش عندنا القعدة دي ولا تحمسنا الحماس ده ولا كتبنا ولا قلنا أنا وغيري لو ما كانش عندنا مش بس أمل لكن اقتناع حقيقي بأن البرد قادر على الخروج من الأزمة وده مش مجرد كلام وتفاقل لا إحنا عندنا فعلا مقومات وفرص والأزمات تصنع الفرص يعني من حيث توجد الأزمة بتلاقي على طول إنها بتقولك على فكرة أنت ممكن تصدر النهاردة أكتر النهاردة ممكن السياحة تزيد عندك أكتر ممكن تحويلات المصريين تبقى أكبر ممكن العرب إخوان العرب يشتروا عقارات أكتر دي كلها حاجات ممكن ممكن تخرب بيها ممكن لكن ليست حتمية كل حاجة منهم يجب أن تصاحبها سياسة داعمة لها يعني انخفاض سعر العمرة النهاردة من حيث المبدأ كده كما يقال في النظرية الاقتصادية يشجع على التصدير أي مش كده طبع لكن مش هيحصل وحده مش هيحصل ما لم تكن هناك سياسة من الدولة إنها تروح للشركات اللي بتصدر وتقولهم أنتوا عايزين إيه أنت نهاردة بتصدر بعشرة دولار إيه اللي محتاجوا مني عشان تصدر بمية محتاج توسع محتاج موافقة محتاجين مع دا كمان خريطة صناعية تقول أنا محتاج أصنع إيه فين وإيه اللي محتاج السوق العالمي أنا أقدر أصنعه إيه اللي أنا محتاجه كنت بستورده أقدر أصنعه فده الغاية دلوقتي ما تمش فكرة الخريطة الصناعية ما تمش لكن بس الحقيقة للأمانة أنا بلاقي إنه الدولة عليها إنها تقدم معلومات تقدم مساعدات لكن في الأخ لازم نصق في المستثمرين أي اللي بيشتغل في مجال عارفه وحاسس به ومش مستني إن الوزارة تقوله اللي بتعمله دا الإلام اللي بتصنعها دي النهاردة مطلوبة في إندونيسيا هو عارف وما بقتش مطلوبة في هولندا بس أنا عايزة سهل له إنه يعمل مصنعه أنا عايزة أقول له أنت بتصدر بعشر النهاردة أنا عايزك تصدر بمية عايز مني إيه طالب مني إيه اللي يوسلك من دا إيه لده دا مثال على إنه الأزمة بتأتي بفرصة نعم بس الفرصة ما بتحصلش لوحدها لازم يكون وراها سياسة داعينها بتظل المعضلة أيام أمام أي هكومة هي ارتفاع الأسعار وارتفاع الأسعار مرهون بسعر الدولار ونقص الدخل بعد تغيير العملة والتضخم إيه اللي ممكن يتعامل بتشوف أداء وزارة التموين إزاي رغم الحملة اللي تعرض لها الشارسة الدكتور عالم صلحي في البرلمان إلا إنه أنا واحد من الناس بحشوف أن الرجل دا بيبزل الجهد ضخم جدا وإن ارتفاع الأسعار هو بالسبب فيه هو موفر احتياطيات لشهور قدام ما حسناش بنقص السلع كتير مع عدد السلع المحبوزة هو مش مسؤول عند دا وزارة المالية بقى والبنك المركز مع بعض يعني أنا بشكرك أنك أدتني فرصة للتعليق على الموضوع دا مش عشان نقل رأيي في الأسعار لكن يعني كنت أخجل إن يفتحه الوحدي لكن أما قلنا حضرك زكرت اسم شخص بعينه نعم فنعيز أقول حضرك أنه أنا شفت الاستجواب دا في الجرايد أيضا شفت الاستجواب دا في الجرايد وزعجني جدا 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 لأنه أنا بلاقي الدكتور عالم صلحي يعني من أفضل الوزراء اللي شافتهم البلد دي بصراحة في العشرين سنة اللي فاتوا سواء لما كان وزير تضامن سواء لما كان عضو برلماني سواء لما رجع تاني في التموين يعني حجب الجدائي اللي بيتعبن معها مع الملفات الأكتر صعوبة أنا أظن يستحق كل تقدير واحترام والهجوم من البرلمان وإن كان يعبر فعلا عن مشاعر الناس وغضبها وقلقة بس يتصبع لحد لكن لازم كمان يكون يسمع الراجل بيقول إيه الراجل بيقول أنت يا برلمان اللي بتشرع القوانين قوانين اللي قدامنا النهاردة ليست فيها الأدوات اللي تمكنني من الرقابة على سواء أكتر مما هو ممكن دلوقتي وزير التموين أنا بلاقي أنه هو زي حارس المرمى في الفريق يعني إيه لو الدفاع قدامنا فتوق عشر لعيبة أي لو ما صمدوش قصادك ودخل جون الناس حتقول إيه ممكن يدخل عشر وأنا شلت عشر طبعا من إيه مش كده يعني إيه لكن فين الشغل اللي قبل كده قضية الأسعار النهاردة طبعا هي الشغل الشغل الكل أي وضروري أن الوزارة تتدخل وضروري وكويس أن الحكومة تتدخل وبتتيح بعض السلع وبتدعم حاجات والدعم مش عيب في الظروف اللي إحنا فيها أي مهما نقولنا الدعم ده مش كلمة وحشة إحنا بندفع ضرائب عشان الفلوس يستخدم في حاجة من أهم الحاجات دي هي الدعم فلا بأس أن يكون فيه دعم وحباية اجتماعية في الظروف اللي إحنا فيها فكل ده مطلوب لكن فيه حاجتين ناخدهم في إعتبارنا اللي قالها الدكتور عيلي المصلحي وهي أنه أدوات الحكومة في الرقابة على الأسواق بطبيعة الحال أصبحت محدودة ما عندناش نظام للتسعير الجابري ويصعب أنه يدخل دلوقتي زائد على فكرة ده فيه حاجات ارتفاع الأسعار فيها خارج عنده خارس يعني الناس مثلا مصدومة اليومين دول من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية طب دي فيه دنين مش وزير التمويل ولا التربية والتعليم كل واحد يرفع لوحده لكن دي حاجة الأهم من كده إيه الحل للموضوع ده مرة أخرى الانتاج مرة أخرى إن البلد تبقى بتنتج أكتر فيبقى فيها سلعة أكتر فيبقى فيها تصدير فيبقى فيها عملة فيبقى فيها ضرائب التدفع ما فيش بديل إلا زيادة الاستثمار والانتاج هو ده اللي يزبط قضية الأسعار أنا كمواطن بيتفرج على الدكتور زياد ويقول الكلام ده أنا شايف الكرة كلها في ملعب الحكومة والدولة أعمل إيه؟ لا مش مطلوب من المواطن حاجة مطلوب من الدولة حاجتين على المدى القصير وعلى المدى الطويل مش طويل قوي على المدى الأطول زي ما كنا بنقول لازم تشجع الاستثمار في أي مجال ده حياخد سنوات على فكرة مش بالضرورة حقيقة مش بالضرورة اللفة في الحاجات دي بتبقى أسرع مما تعتقد لأن الرسالة الإيجابية بتسمع بسرعة طب إيه اللي ممكن عمله على المدى القصير؟ على الأقل اللي بقى توتيح قدر من المنافسة أكبر بكتير قوي يعني بدل ما تقول أننا بدل ما تبقى متصور أنك تقدر توقف عسكرية ومفتش تنوين جنب كل بيع خلي فيه فرصة لمزيد من الناس تتنافس فتتيح أسعار مختلفة للخدمات والبضايع والحاجات اللي بالنوع ده يعني جزء كبير من ارتفاع الأسعار عندنا هو الاحتكارات الصغيرة الاحتكارات المحلية يعني إنه واحد واخد رخصة إنه يفتح مثلا محل خضار أو جزار في حتة معينة مفيش غيره طول ما هو مفيش غيره هيحط الأسعار اللي هو عايزه فلو مش قادر نهات نسلع الوحدة بتختلف من مكان لمكان والسعر بيتضاعب من مكان لمكان افتح شرايين المنافسة في المجتمع بتكلم عن المنافسة على المستوى الصغير ايه فالناس تقدر هي تحدل جزء المشاكل بنفسها فأنا روح أدور الشباب الصغيرين يروح يدور على البضاعة فين ويجيبها في حتة أغلى شوية ويقوم منزل السعر ويقوم مضارب على اللي جنبه محتاجين إن السوق يشتغل لكن السوق اللي ما بيشتغلش ده مرتع للاحتكارات طيب خلينا وصل للمقطة الأخيرة في حوارنا اللي أنا مستمتع بيه جدا موضوع قناة السويس وصندوق قناة السويس اللي أثار رأي العام وأثار استفزاز وطرح العديد من الأسئلة وسيادة الرئيس نفسه لما طلع قال ليه ما بتطلعوش تتكلموا شرحوا للناس وحتى الآن ما حدش طلع شرح للناس وبدل مسألة كأن هناك حاجة تخوف فما حدش راضي يطلع الكلام لما قريت اللي حضرتك كاتبو عن موضوع قناة السويس لقيته بسيط كنت كلمت أحد المسؤولين في المشروع فشرح ليه فالتقيت الكلام يكد يكون متطابق وكلام علمي ممكن حدثت تشرح للسادة المشاهدين إيه حكاية صندوق قناة السويس وهل هو يهدد قناة السويس كمجرى مائي مهم ولا ملوش علاقة خالص أنا بقى التعديقي في حدود نص القانون اللي قريته أنا ما عنديش معلومات أخرى غير القوانين المنشور أنا اللي استوقفني إن فيه يعني تداخل كبير ما بين أفكار مختلفة قناة السويس ده مجرى ملاحي مائي تديره هيئة قناة السويس لكن ده مش من أصول الهيئة لما بنقول أصول الهيئة اللي تملك إنها تباعها تشتريها تأجرها تشارك فيها أجانب تشارك فيها أقطع خاص دي أصول أخرى الحقيقة لازم نشجع زيادتها ونموها يعني إيه مثلا مستشفى للعاملين في هيئة قناة السويس مدارس للمنطقة حاجة مستوصفية تعمل في الإسماعيلية إلى آخره دي اسمها أصول فيه أراضي حوالي قناة السويس فيها أصول وإمكانات طبيعي نهاية قناة السويس لازم تستثمرها بشكل أفضل زي أي مستثمر زي أي جهة في الدولة مفيش مانع من الشراكة فيها أما المجرى الملاحي اللي اسمه قناة السويس ده ليس من أصول القناة الهيئة ولا يجوز التصرف فيه فالمسألة محسومة فيما يتعلق بإيه إنه هنبيع قناة السويس يبقى دي مسألة تمام نخلص منها تماما كده وننتقبش نفسنا فيها كتير تمام الحاجة اللي أثرت يمكن التساؤلات بعد كده كانت ليه بينشأ صندوق هنا بنتكلم على حاجة تانية بنتكلم على فكرة وحدة الموازنة هل يبقى كل أموال الدولة في حاجة واحدة ولا إنه يبقى فيه بعض السنديق اللي ممكن تصرف حاجات محياة ممكن أشرح لحاجاتك تقلي إيه في الجزء ده تقلي لما جهت تعويض المركب اللي كانت شهر ايفر جرين ايفر جرين مبلغ كبير الشيء الطبيعي إنه بيروح فين بيروح لوزارة المالية فبيجوا يشتروا كراكة عشان يطلبوا كراكة فقط هيئة قناة سويس يروحوا الوزير المالية لإما ينتظر وقت طويل لإما يقولوا ما عندش اعتماد ما عندش اعتماد لي وده كلام فهم قالوا ليه ما يبقاش عندنا صندوق نطور أنفسنا ونشتري اللي احنا عايزين هنا استثمر وبقى عندنا داك والصندوق ده في النهاية خاضع للأجهزة الرقبية بإذن القضية كلها طالماً إن هذا الصندوق صندوق فيه شفافية وفيه قواعد محاسبة وفيه خدوا على الجهاز المركزي محاسبات والآخر هذا الكلام الحقيقة مش وضع غريب إن يكون جهة حكومية عندها موازنة خاصة بتقدر تدخل منه جزء عشان تصرف منه على الحاجات المستقبلية ومعروف وكل الهيئات العامة ذات الطبيعة الخاصة عندها الحكاية دي عندنا سندوق من زمان قوي وفتحت بعد الثورة بس حارك على الحاجة بقى دي برضو من الحاجات الملفتة إن الناس هنا اللي اخبطت في زخم الكلام فكر السندوق الخاصة اللي بتصرف على العاملين ده موضوع تاني خالص بتاع المكافآت والبتاع اللي بتطلع من الدمغة وخلافه ده موضوع مختلف تماما يعني هولك الحاجة الهيئات اللي أنا عرفها مثلا فهيئة السسمار هيئة السسمار بتصرف على تطوير المناطق الحر دي مبلغ كبيرة جدا فما تقدرش تورد موازنتها السنوية في آخر السنة كلها للدولة فبتقطع جزء منها تبقي علشان تصرف على توسعات المناطق الحر لكن ده قضع للرقابة وما فيش مليم هو ده نفس الفكرة بتاع السنة هي دي الفكرة بس كانت محتاجة شرح مبكر شوية وكانت محتاجة توضيح انه قناة السويس المجرى الملاحي محدش يقدر يقرب له الهيئة من حقها انها تدير اصولها بشكل اقتصادي في استغلال وفي ايجار وفي بيع الاصول الاخرى مش قناة السويس وانه لا بأس من الاحتفاظ بجزء من العائد من اجل الصرف على مشروعات الهيئة وفقا ليه شفافيها معاينة هذه الحكاية كلها امبارح زميلي ابراهيم عيسى كان مستضيف في السيد هاني توفيق السيد هاني توفيق طرح طرح شوية البعض توقف امامه اللي هي فكرة السندات اللي هو نبيع سندات على دخل القناة بمبلغ كبير بحيث نسدد كل الديون ده ويبقى عندنا جهة واحدة بنسدد لها بتشوف اقتراح زي ده ازاي اقتراح ده مش اقتراح جديد اقتراح قديم جدا واثير من اكتر من 30 سنة وتشائز صدف ان والدي الله يرحمه في جريطة الاهرام فتح باب التعليق من ناس كتيرة في هذا الامر وكان رد الفعل الهائل ضد الفكرة دي لما طرح هي في حاجات تبقى مع كل بالمناسبة حبي وتقديري الاساس هاني اللي من افضل المعلقين اللي المهاردل موجودين لكن في حاجات اقتصاديا بالورقة والقلم تمشي لكن ما تمشيش على قناة السويس لان قناة السويس فعلا لها وضع خاص في مصر اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا وتاريخيا ومعنويا ففكحة المجازفة مش بس كده انت النهاردة يعني عايز تقول انا حبيع اه مدخلات القناة اه تلات اربع سين جايين واخد في رسحة النهاردة اسدد بيها طب وتعيش ازاي تلات اربع سين جايين هو كان بتكلم على خمسين سنة لا انا الحقيقة بلاقي اندي فكرة جائزة لما تتكلم على مصطع معين على طريق معين على رسوم جاية من حاجة صغيرة لكن لا اظن انها تصخيم للمواطن المصري اللي بيتفرج عليك وبتعشم ان يكون هناك امل ففتلاتة وعشرين تقوله ايه لا الامل موجود دائما وتجاوزنا اذابات من هذا النوع قبل كده لكن ضروري ان الناس تكون وعية اننا بحاجة لتغيير حقيقي في السلطة الاقتصادية عشان ما نديش المواطن امال لا تتحقق ويبقى يعني نرجع لنفس الدائرة مرة اخرى نورتنا يا دكتور زياد شكرا سيدك شكرا حالتك جدا شكرا جزيلا ده كانت نهاية حواري مع ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور زياد بهاق الدين نائب رئيس الوزراء الاسبق ووزير الاستثمار والتعاون الدولي خبرة كبيرة جدا الكلام ما فيهوش حاجة تحبط الكلام فيه امل وفيه قدرة وان شاء الله احنا متفقلين باللي جاي والاهم اننا قادرين ان احنا نعمل ده دي كانت نهاية حلقتنا غدا حلقة جديدة من حديث القاهرة مصر بخير تومنتو بخير اسبوع على خير اشتركوا في القناة